جاي على بالي فطير شرقي عايز اعمل فطير شرقي في نفس الوقت ماناش قادرة على الحر والفرهضة وبجد ربنا يتلطف بينا الجو حر جدا فتعايز شوف انا اعمل فطير شرقي ازاي حتى لو انت في المصيف تقدري تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وعلى قد اليد والامكانيات يلا بينا على بركة الله نشوف عملنا الفطير الشرقي بتاعنا ازاي النهاردة نبدأ بأهم حاجة نسمي الله ونصلي على رسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقالي وصحبي وسلم تسليما كثيرا كمان لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو او عيدك بطعم فطير شرقي طحفة من غير ما تعجيني ولا تفريدي ولا تفرهضي نفسك في الحر ده خمس دقايق كده واتطلعي فطير شرقي خطير وتعملي كمان كميات زي ما انت عايزة يلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير بداية كده انا معايا هنا صنية طبعا مقاس الصينية على حسب ما انت حابة سمك الفطيرة وكمان افضل صواني للتسوية هي الألمونيوم في البداية كده بدأت اديها مسحة من الزيت وانا هنا عملتها بالسمنة البلدي وبرحتك خالص المتوفر عندك معايا هنا كوبايتين من الزبادي وده لبن رايب عندي في التلاجة يا جماعة لقيت اللبن بتاعي روب فقلنا يلا نعمل وصفة حلوة كده ندلع بيها الولاد على بركة الله كده وتبقى لذيذة وحلوة وكمان تغيير لان اصلا في عادة في الصيف مش بنحب الطبخات والأكلات اللي فيها تسبيك وصلصة وكده فنعمل حاجة خفيفة طبعا بعد ضفت بقى كوبايتين من الزبادي كده او علبتين من الزبادي حطيت عليهم مقدار من السمنة والزيت لتنين على بعد لاني بحب امزج قوي ويا السمنة البلد شوية زيت وده طبعا عشان اقتصادية وهنا طبعا لو عنديك نص كوبايت لبن تقدر تضفيها وانا هنا ضفت نص كوبايت مية مفيش اي اختلاف خالص طبعا بقى الحشوة اللي تفضليها جبنا شدر جبنا موزاريلا لانشونات سجوء فراخ عندك يعني لو عندك حتى فراخ بيتة بداي قطعيها كده وده فيه هواية الزتون والجبن هتكون حلوة لو عندك عصاج لحمة مفرومة وكمان لو عندك جنبري شوفي انت حابة تعملي الشرق بتاعك بانهي طعم بالزبط انا حبي تعمله جبن ولانشون وكده وعمله كده حاجة بسيطة وفي نفس الوقت طلعت لذيذة جدا ولولاد حبوها طبعا هنا معايا بقى الجلاش بتاعي حتى لو الجلاش بتاعك الورق بتاعه مفرهد من بعضه في الحر ده فمفيش اي مشكلة هتشتغلي وهيطلع معاك حلوة قوي طبعا دي الصينية اللي احنا دهنها بقى دهنها منستمنى هجيبها وابدأ احطها على نص الجلاش بالشكل ده نص الورقة برا ونص الورقة جوة زي ما انتوا شايفين كده ودي طريقة الوردة وعملتها معاكو قبل كده وبحبها قوي طبعا ورق الجلاش زي ما انتوا شايفينه كده متقسم نصين من بعضه فمفيش اي مشكلة هبدأ كل ما حط طبقة قديها دهنة من الخليط التشريبة اللي احنا عملناها اللي هو عبارة عن زبادي وسمنة ولبن او مية تمام تمام حط كده معلقة من التشريبة كده وفردها بالفرشة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان اوزعها كويس واضمن ان التشريبة وصلت للزوايا والجوانب بتاعة ورق الجلاش بتاعي شايفين بحط الورق ازاي طريقة سهلة على فكرة وبطلع معاكي سمك العجينة من تحت زي من فوق يعني هتلاقي اي سمك الفطيرة بتاعتك تحت قد فوق مفيش اي اختلاف خالص خالص طلع معاكي لزيزة بس في البداية كده بابدأ اشيل ورقة جلاش على جنب علشان هي اللي هساوي بيها الوش بتاع الفطيرة بتاعتنا تمام عملت معاكو الطريقة دي قبل كده بنفس التشريبة للفطير بديل الفطير للمشالتة الفلاحي وطلع حلو جدا وعايز اقول لك كتير حبوه قوي وكتير وطلبوه مني وعملته لهم من غير تصوير وطلع جميل 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 حرفيا هنا دي الورقة اللي حط عليها الحشوة وديتها برضو تشريبة مش معنى ان احنا هنحط الحشوة عليها يبقى ما نديهاش من التشريبة بتاعت الزبادي والسمنة لأ اديها من التشريبة بتاعت الزبادي والسمنة وبدأ يوزعي زي ما احنا شايفين كده ده معايا لانشون او سلامي او زي ما قلتلكو سجوء او سوسيس او قطع فراخ او لحمة مفرومة مع الصجا شوفي المتاح بالنسبة لك ايه حطيته كده وهنا توزيعة زيتون شرايح بالشكل ده مخلي لو انت بتحبيه مش بتحبيه بقى على حسب كل الاضافات دي بتاعتك عشان كده احنا بنحب الحاجة في البيت اولا بتحطي الكميات اللي انت عايزاها كتير او خفيف ثانيا بتحطي الاضافات اللي انت عايزاها برضو ايه وتستغني عن الاضافات اللي انت مش عايزاها حطيت بقى جبنا رومي مبشور وجبنا ايه شيدر مبشور انا ما عنديش متزرلة حطيت رومي وشيدر وزاتون ولانشون زي ما انت شايفين كده حاجة تبارك الرحمن كان عندي كام واحدة فلفل احمر ايه اللي هو البلدي ده غسلته كده وبدأت ان انا قطعه كده بالشكل ده على السريع ممكن تحطي بقى فلفل اخضر ممكن تحطي شراح من الطماطم والبصل خضار كمان اللي تحبيه حطي دي حاجة ترجعلك انتي لكن انا حبيت اعملها خفيفة كده طعم الفلفل ما بنش قوي يعني لو كنت زودت فلفل كمان يعني ما كانش فيه اي مشكلة ويطلع في الاخر لذيذ لذيذ هالذيذ زي ما بدأنا نبدأ فرد الصنية في ورق الجلاش هبدأ اطبقها حتة اطراف تحستيها فيها ورق زيادة قوي شبعيها من التشريبة ما تسيبهاش من غير تشريبة عشان ما تلاقيش في الاخر حتة الجلاش بتاعتك في الاطراف تحس ان هي نشفة ومعضمة كده ومش حلوة لا اديها تشريبة حلو هتطلع معاك طرية ولذيذة وحلوة قوي شايفين اهو زي ما احنا شايفين كده هبدأ افرد ما تنسيش خالص ان انتي تسيبيش ولا ايه تانية من الجلاش الا ما تفرج والزيت زي ما احنا شايفين كده بس كده انا خلاص خلصت الصينية ما خلتش منينا وقت ما عجلناش ولا فردنا ولا استنين عجينا ترتاح ولا اي حاجة خالص وبجد طعمها تحفة 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 حرفيا يا بنات بجد والله حلو قوي لو انتي بقى في مصيف ولادك بقى عايزين فطير شرقي والدنيا غالية برة وانتو عدد واسرة مع بعضكم فاعملي فطير شرقي في البيت يمكن تجيبي وحدتين يعني اثنين كيلو من الجلاش تبدأي تعملي بيه صنيتين قدي ده بجد حلو قوي دي اخر ورقة من الجلاش اللي قلتلكو هنشيلها على جنب هبدأ افردها كده في الاخر وارفع كده حرف الجلاش اللي احنا طبقناه اللي هي الفطيرة وابدأ ان انا ادخل الزوايد جوه بالشكل ده كده طلع معايا شكل الفطيرة متساوي من برة هديها بقى شوية تشريبة سمنا باللبن الرايب بجد خطيرة 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 زي ما انتو شايفين كده هفردها بقى بالفرشة في الوقت ده بابدأ اشغل الفرن بتاعي من تحته من فوق الشوية من فوق على الهادي ومن تحته على درجة حرارة 170 علشان الجلاش بتاعي ياخد لون حلو وفي نفس الوقت يستوي من جوه ويتشرب بقى التشريبة اللي احنا عامنينها باللبن الرايب والسمنة دي وطبعا انا كنت هنا مستخدمة اللي هو القلب التارت ده صنية التارت اللي هي بتتفتح دي فانا شلت بقى الحرف بتاعها وهبدأ بقى اقدم الفطيرة الامر بتاعتي دي جد تحفة 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 كمان لو انت عايزة تعمليها وش بيت زبرحتك لو انت بقى عايزة تخليها في طيو الشرق بس كده تطلع خاطر اعملي بقى جنبها عصير سموزي بجد تحفة اي نوع احنا الفكهة في الصيف كتير ممكن كمان تعمليها عصير لمون بالنعناع بجد تحفة او عصير لمون بالفراولة بجد خطير كل الوصفات ان شاء الله نزلها لكم وتشوفوا عندي وصفات كتير كتير على القناة تعجبكم بعد كده الفكير الشرقي يا جماعة بيتقطع بطريقة الفطير الشرقي ما بيتقطعش بطريقة البتزا يعني بيكون عبارة عن مربعات صغيرة كده ودي طريقة تقطيع الفطير الشرقي انا طبعا ممكن تقطعيها بقطعة البتزا دي وممكن كمان تقطعيها بالقطع بتاعة الملوخية مخرطة الملوخية دي الطريقة اللي بيعتمدوها في المطاعم فانت تعملي الفطير الشرقي بقى في البيت وتقطعي تقطيع الامر دي وشايفين بقى شكل الفطير بتاعي مستوي ومن جوة ومورق وكمان الحشوة متلسقة كده مع بعضها ما تحسيهش مفرفطة كده ولا تقعد تتسقط منك ولا اي حاجة وده عشان احنا حطينا تشريبة مع الحشوة بجد كانت لذيذة قوي ولو فيها جبن متزرلة هتلاقي الحشوة متماسكة اكتر واكتر شايفين الطبقات بتاعت الفطير الشرقي شايفين التوريقات يا جماعة احلى بكتير من ان انت تعجيني وتفريدي وتتابي نفسك وتسيب العجينة ترتاح والحاجات دي اعمليها بالجلاش هتطلع معاك خطيرة والتشريبة بتاعتها كانت امر وزي ما انا عملت لو اللبن عندك رايب في التلاجة اعملي بيه وصفات وقبعي ترميه حرام نرمي النعمة اتمنى الفيديو يجيبكو واشوفكو الفيديو اللي جاء على خير مع السلامة